اشتركوا في القناة ويقال ان تفاحة وكليمونتينة وبرتقال هذه المنطقة هي الافضل في البلاد وهنا توجد ايضا منذ اكثر من خمسين عاما شركة لتابا التي تعمل في انتاج وتصنيع الفواكه الحمضية وتسعى في الوقت ذاته الى حماية المناخ نهج تسير عليه الشركة منذ وقت طويل يبدأ كل شيء في المزارع وخلال هذه الاسابيع يجنع عمال الحصاد الموسميون امثال ايفان مشوانة ثمار البرتقال في عمل يدوي احب جني الفاكهة يدويا واجد متعة كبيرة في ذلك كما ان معظم زملائي مجبهم هذا العمل ايضا الجلوس في مكتب شيء لا يناسبني هذا هو العمل الذي ارغب فيه ايفان وزملائه يجنون خمسة وثمانين الف طن من الفاكهة سنويا وفي مصنع الشركة يتم فرز الثمار واعدادها للتصدير او غسلها في اخواض طويلة ليصنع منها العصير لاحقا لتابع واحدة من اكبر شركات تصدير وتصنيع الفواكه الحمضية في جنوب افريقيا بيد ان عملية تصنيع الفاكهة تحتاج لكمية كبيرة من الطاقة في الماضي كانت الشركة تستهلك ثمانية الاف طن من الفحم سنويا متسببة في انبعاث كمية هائلة من ثاني اكسيد الكربون لذا قررت الادارة احداث تحول داخلي في سياسة الطاقة الخاصة بالشركة حيث يتم تدرجيا استبدال الفحم بنشارة الخشب هذا النوع من الكتلة الحيوية يستخدم منذ عام 2011 كوقود بديل للأفران الكبيرة التي يتم بواسطتها تجفيف قشور الثمار رئيس الشركة اندريس فان فينغارت فخور بمصدر الطاقة الجديد الرفيق بالبيئة من هذا القمع تصل نشارة الخشب الى هذا الانبوب ومن ثم الى الفرن هنا في الاسفل الذي يسخن المجفف الجيد في الامر هو ان حرق نشارة الخشب لا يتسبب في انبعاث ثاني اكسيد الكربون على عكس الفحم الذي كنا نستخدمه منذ وقت طويل كتلة حيوية قيمة من نشارة الخشب خالية من ثاني اكسيد الكربون حرارة الفرن ثمانمائة درجة مئوية وذلك بفضل سرعة اشتعال نشارة الخشب اطنان من قشور الثمار المتبقية من عملية التصنيع يتم تقطيعها ووضعها في استوانة ضخمة اشبه بآلة تجفيف الملابس حيث يعمل الهواء الساخن على امتصاص الرطوبة من القشور المنتج النهائي على فل الماشي عالي الجودة وبذلك تكتمل الدائرة الانتاجية للفواكه فمخلفاتها تعود الى الطبيعة مجددا ومن هنا تأتي ايضا نشارة الخشب على بعد عشرين كيلومترا من المصنع نمت على سفوح الوادي على مر السنين غابات شاسعة من اشجار الصنوبر والكافور التي تنمو بسرعة لا عجب اذا ان تزدهر في المنطقة تجارة الخشب هنا في الجبال يقطع في هذا الموقع وحده ما يصل الى ثلاثمائة شجرة في اليوم الواحد وفي ورش النجارة المنتشرة على طول الطرق الرئيسية تصنع من جذوع الاشجار بالاساس منصات خشبية لنقل البضايع وكل ورشة تنتج اكوام هائلة من نشارة الخشب وهذه النفايات العضوية تحتاجها شركة لتابا امر يناسب تماما روهان فيزاجي احد مالكي ورشة للنجارة اذا كان بامكانهما الاستفادة من نشارة الخشب فهذا افضل بكثير من تركها تتراكم هنا وهم يساعدونني ايضا في الحفاظ على نظافة المكان واذا كنا بذلك نسهم في حماية البيئة فهذا يسرنا كثيرا وهكذا تستفيد الشركة ورش النجارة على حد سواء وهناك ايضا مستفيد اخر وهو سائق الشاحنة جولد الذي ينقل بانتظام نشارة الخشب من ورش النجارة الى مصنع لتابا وهو يؤدي هذا العمل منذ عام فرحت كثيرا عندما حصلت على عمل الجديد هذا في السابق كنت مضطرا لتوصيل شحنات لمسافة بعيدة تصل احيانا حتى جوهانسبورغ اما الان فانا اعمل في هذه المنطقة ما يتوح لي البقاء بالقرب من عائلتي يجلب جولد يوميا شحنتين واحيانا ثلاثة من نشارة الخشب الى المصنع وفي المستقبل سيجلب اكثر من ذلك بكثير لان شركة لتابا تريد تحويل مراجل الفحم المستعملة في انتاج عصير الفاكهة الى مراجل تعمل بالكتلة الحيوية وبذلك تريد الشركة خلال السنوات العشر المقبلة خفضا بعثات ثاني اكسيد الكربون بمقدار مائة الف طن كمية يتعين لامتصاصها من الجو زرع ثمانية ملايين شجرة بيد ان نجاح شركة لتابا لا يستفيد منه الجميع فبعض العاملين واسرهم لا يحصلون على شيء من ارباح الشركة وما تجلبه لها مشاريعها الرفيق بالبيئة مئات العمال معظمهم موسميون يسكنون في مساكن تابعة للشركة عبارة عن اكواخ صغيرة متداعية دونالد مالوليكي على سبيل المثال يعيش مع زوجته في مسكن ضيق وهذا يغضبه كثيرا ويجعله يشعر بالحزن هذا المسكن لا يحتمل لا توجد فيه مياه جارية ولا مرحاض ونحن نعاني كثيرا جراء ذلك شركة لتابا لا تعطينا شيئا من الارباح التي تجنيها نحن لا نستفيد البت من نجاحها ويبدو ان الشركة ادركت الضرورة الملحة لتحسين اوضاع العاملين كما يوضح مديرها اندريس فان فينغارت سننشئ صندوقا لهذا الغرض ونضع فيه جزءا من المال الذي نوفره من خلال استخدام نشارة الخشب وهذا المال سيخصص لتحسين ظروف العاملين وتعليم ابنائهم وبهذه الطريقة تسعى الشركة الى حماية المناخ وفي الوقت نفسه الى تحسين الوضع الاجتماعي للسكان واذا كان ذلك سيعود بالفائد على العمال ايضا فان مشروع لتابا لحماية المناخ سيكون قصة نجاح حقيقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر